بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه جمعين طلابي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله حناخدوا درسنا السابع لمادة الميكانيكا لسنة ثالثة علمي وإن شاء الله حنتابعوا دروسنا أول بأول وما عليكم إلا أنكم إنتوا التابعوا اللي ناخدوا فيه باش تبدأت تترتب عندكم المادة وحن ما زلنا في نفس الفصل اللي هو الفصل الرابع وما زلنا فيه التمارين 4B اللي زي ما قلت لكم الأشكال 6 أشكال هالأشكال الستة هادو ما هي مهمات جدا عندنا كباب لأن الباب هو عنده وزن نسبي مهم جدا فيه الامتحانات وبالتالي معليكم اللي تركزوا عليه حناخدوا على بركة الله أول مسألة في هذه الجزئية حنرجعوا مرة تانية لو تتذكروا يا طلابي الأعزاء في آخر مسألة اخدناها في الحصة اللي فاتت كانت المسألة نفس المسألة الفكرة هادي نشوف فيها إن احنا عنا كتلة ممتساويات وكل واحدة فيهم 15 واطلبت المسافة اللي تتحركها الكتلة M1 ولو تتذكروا احنا يطلع لي الناتج 117.6 لكن هي في الحقيقة المفروض وماشاء الله فيه طلاب كانوا متابعين جدا قالوا لي إن الرقم هو 11.76 وليست 117.7 يبقى ماشاء الله عليكم دليل عنكم متابعين ونعتدر عليه الخطأ النسبي اللي هو في الرقم الخمسة من عشرة نفس المسألة يا طلابي الأعزاء جبتها مرة تانية نبي نعطيكم عليها معلومتين المعلومة الأولى لو تلاحظون نفس المسألة إنه من الشكل اللي مرسوم عندي الكتلتين متساويتين مقدار كل منهما درت تغيير لماذا؟ درت تغيير لقيمة الكتلة إنه نيه درت لها تغيير تلاحظوا إنه نيه الكتلة كتبتها 1.5 يبقى كل واحدة فيهم مقدارها 1.5 يبقى نقدر نقولك إنه M1 تساوي M2 تساوي 1.5 كيلو جرام ممتاز بدأت حركتهما يبقى من السكون يبقى كانت اليو أيضا تساوي 0 فإن الارتفاع شفتوا توي طلابي الأعزاء الحصة اللي فاتت أو المثال اللي فات طالب مني المسافة المرة هذه دار تغييره وطلب كلمة الارتفاع الارتفاع غير كلمة المسافة يبقى أنت طالب المرة هذه قيمة اللي هو الـ H الذي وصلت إليه الكتلة M1 يعني كداش ارتفعت عن المستوى الأفقي يعني وين الارتفاع اللي وصلت له يبقى أنت طالب الارتفاع في حاجتان يضفتها لكم الحصة اللي فاتت كنت عاطية قيمة الزاوية في المثال السابق كانت في زاوية المرة هذه الألفا اللي خليتها مجهولة لكن أعطيتكم حاجة كاتبتكم هنه علماً بأن تان أصناقص 1 يوصي 1 طلابي العزاء هادي مهمة جداً في امتحاننا في امتحان أين سنة ضروري مجتل كون جملة هادي انت واخدينها كده في الرياضيات ان تان أصناقص 1 شن قصده بيها تان أصناقص 1 بينكوسين 1 شن معلاتها في جملة بركز عليها واخدتوها أيضاً في الرياضيات تان أصناقص 1 سين أصناقص 1 كوسين أصناقص 1 قصد أنك انت تان ألفا تان الزاوية اللي هو الألفا يساوي واحد هيكي معناته ساين أصناقس واحد يبقى ساين الزاوية كوساين أصناقس واحد يبقى هادي مهمة جدا يا طلابي الأعزاء النقطة هادي مهمة جدا 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 مهمة فبركز عليها انت ماعطيتنيش الزاوية اعطيتني تان أصناقس الزاوية يبقى معناتها بركز في الحالة هادي نقدر نجيب الزاوية من هنا معناتها نجيلي أنت الحاسبة الزاوية التي تانها واحد من هي طبعا هي ما فيش إلا الزاوية 45 يعني واضح أن الألفا إذن الألفا تساوي 45 درجة يبقى هذه معلومة مهمة جدا أضفتها للمسألة بعد ما حطيناها حنجوه تقولي طريقة الحل معلشي حننقل شوية باش تبدالي الصبورة فاضية شوية حنحاولو نحن ننقلو الجملة هذه في الشطر الثاني الشي نعودوها ناخدو المكان واسع شوية باش يساعدنا في الحل نقلو بتلنا مسألتنا يبقى لازم نرجعولها المسألة اللي كانت موجودة صارت فيها شوية أي يبقى الآلفا نعود زي ما قلنا احني إنه تان الآلفا تان الزاوية تان الزاوية آلفا يساوي واحد ومنها جبنا بح كويس حطينا تول معطيات وشن عندنا نبدو الحل ترامل يتذكر يا طلابي الأعزاء شن هي الخطوات اللي لازم نديرها باش نحل أي مسألة فيزيئية ميكانيكا اتفقنا نرسم الرسمة كويس انت الرسمة واتت هال واتلي من الشكل الخطوة التانية نحدد القوة المؤترة على الأشكال الموجودة يبقى على بركة الله بنبدو بتحديد القوة نبدو بأول قوة الكتلة الأولى هادي M1G ساين الزاوية اللي طلعتها قبل شوية 45 ممتاز عندي شد إلى أعلى قلنا الشد ناحية الخيط عند طرفيه متجهة إلى داخله عندي شد تاني أيضا لوتي وعندي M2G اللي هي الكتلة التانية ممتاز وبدأت حركتي ما هل السطح في خشونة لا السطحين واضح أن السطح هذا وفي الحقيقة واضح أنه هو سطح أملس يعني هذا أملس كيف عرفت لأنك انت معطتيش حاجة تدل عليه الاحتكاك ميائي لقوت لي في قوة احتكاك ولقوت لي كلمة سطح خشن ولقوت لي عندي معامل احتكاك يبقى معناتها سطح أملس ممتاز طوى بعد ما دلنا الخطوة التانية منحددوا وين اتجاه الحركة كيف قلنا احني على اتجاه الحركة طلابي الأعزاء قلنا الآتي نشوف القوة التي في الأطراف هادي وهاتي القوتين الأكبر هي اللي تحرك بقى كيف نديره نحطه أرقامنا الكتلتين متساويات يعني كل واحدة واحد ونص نضربها في العشرة في ماذا؟ في ساين الخمسة واربعين بقى نجولي الكتلة التانية اللي هي واحد ونص ما تضربها في الرقم عشرة يبقى نديروا حساباتنا في هذا القاطع طبعا لما نجوا نحسبوا الرقم هنا هادي حتكون مية وخمسين خمسطاش عفوا خمسطاش وليست مية وخمسين خمسطاش ذكرتي المرة اللي فاتت ان هي خمسطاش وليست مية وخمسين هادي لو تتذكروا اعتقد كانت مية وستة والرقم حناخدوا بي عشرة فاصلة ستة حتكون ناخدوا رقمها يبقى اعتقد هادي حتطلع عشرة فاصلة ستة فاصلة ستة نيوتن وهادي خمسطاش نيوتن ايضا ممتاز باي من الاقوى يبقى هادي معناتها الحركة في هذا الاتجاه يبقى هادي حتصعد وهادي حتهبط يبقى كيف عرفنا القوة الكبرى هي التي تتحكم الخمسطاش اكبر من عشرة فاصلة ستة ممتاز بعد ما حددنا نكتب المعادلات باي كيف نكتب المعادلات اللي مع الاي نبدأ بيها يبقى تي ناقص الرقم هذا كله طلعته عشرة فاصلة ستة تساوي ام اي عليش قلت ايه ما قلتش ام واحد لانا الكتلتين متساويات ما شاء الله عليكم القاطع التاني اللي هو خمسطاش ناقص تي تساوي برضو ام اي المعادلات انكتبت المطلوب ماذا انت طالب ارتفاع خلي واحدة واحدة عليا من دائما الكتلة هاد ارتفعت يبقى عندها عجلة لازم نجيب الايه اولا يبقى بالجمع والحدف زي ما اتفقنا بالجمع والحدف نجمعو نحدفو يبقى نديو عملية الجمع والحدف من اللي يستحق الحدف اليتي تنزل الخمسطاش كما هي ناقص عشرة فاصلة ستة مجموع الكتلتين واحد ونص واحد ونص يبقى ثلاثة في ايه المجهولة حسابات الرياضياء خمسطاش نقص منها عشرة فاصلة ستة نديروا رياضياتنا بدل الآلة الحاسبة بوين ستة هادي زيرو ناخده أربعة تولي عشرة تنزل أربعة يبقى أربعة فاصلة أربعة إذن الناتج أربعة فاصلة أربعة نقسموه على مني على ثلاثة شانا نطلعوه نطلعو العجلة بايك ويس بعد ما طلعنا العجلة نمسحو توا الحسبة اللي درناها بتاع البتداء زمان نمسحوها يعني تبقي على حاسبة لكن احنا بنديرو رياضياتنا تطلع لأيه بعد ما طلعت لأيه يبقى أيه طلعناها رقم امتحها نخلوها أيه كسر أربعة فاصلة أربعة على ثلاثة طبعا المتر على سكن تربيع عنين بنعطيكم الفكرة وانتو تكملوا باهي هي صعدت كيف صعدت لأن في عجلة وين أصبح مكان هاتوا أصبح مكان القتلة في هذا المكان مثلا ناخده لون آخر باش يساعدنا شوية أصبحت القتلة عندها صعودها مثلا أصبحت هني هذا المكان جديد يعني تحركت مسافة وهذه خديناها الحصة لفاتة اس هم يبنشي الاس في الحقيقة يبين الارتفاع من هني لهني غير السؤال قالي نبي الاش مش المسافة معناتها اللازم نجيب الاس أولا من وين بنجيب هالاس من القانون اللي خديناه سابقا أيضا شن يقول القانون من دا ما عندي يو وحركة يبقى معلي إلا نين جيب قيمة الاس حسب أنت شنعطيني شنعطيني من معطيات عطيني قيمة باديم السكون يبقى المفروض يكون عندي زمن عندي عجلة يبقى الاس تساوي يو أعتقد المرة اللي فات تدرناها أربعة حنديروا الاس هنا نديروها تي عفا الزمن نديروها واحد سكند نديرو الزمن تي تساوي واحد سكند خلص نغيره يبقى نقول الاس تساوي يو تي زايد نص اي تي تربيع يبقى نطلع الاس هادي مشت سفر لماذا؟ لأن اليو بي سفر نص الاي اللي طلعتها قبل شوية أربعة بوينت أربعة مقسم معا ثلاثة نضربه في الزمن اللي هو واحد تربيع تطلع واحد بعد ما نجيب الاس بالميترو هادي النقطة اللي اخدناها من المتالفات بايمانا شو اللي اضفتها جديد اه اللي اضفتها جديد ال H في الرسمة لو جيت شوفوها تكون عندي كأنه عندي متلت المتلت هدايا المقابل لي H والوتر S والزاوية يعني نستعين بالمعلومات الرياضية اللي واخدتها واخدينها وقريينها انه اللي هو ساين الزاوية ألفا بساوي H على S خلص طرفين في الوسطين مقام هادي واحد يبقى على طول ايدا ال H عبارة عن S في ساين تيتا وهادي معلومة مهمة جدا جدا يبقى على طول نقولك ال H تساوي ال S اللي طلعتها قبل شوية في ساين الزاوية يبقى ساين ألفا يبقى هادي اللي اضفتها يعني نيف المتالة هو اضفتلكم حاجتين اضفتلكم ان مراتي الزاوية ما يعطيها ليش وبالتالي يعطيني يئما الثان إصناقص يئما ساين إصناقص يئما كوساين يبقى من خلال الرياضيات انت قصدك الثان الزاوية واحد قصدك ساين الزاوية نص قصد كوساين كده يبقى نجيب الزاوية عن طريق شفت انتم تعرفوا في رياضيات شفت تان شفت كوساين شفت ساين وتطلع تيتا الزاوية او الالفا طلعت الزاوية اللي مجهولة ما عنديش وبعدين حليت رياضيات تعادي جدا المعلومة التانية اللي اضفتها شن هي اهيا انك انت في المثال السابق طلبت المسافة اللي تقطحها المرة هادي غيرت وطلبت الارتفاع عن الافقي انت طلبت المرة الاولى الاس المرة هادي طلبت الارتفاع يبقي ركزوا انه فيه قانون تاني وهذا حتى هذا مهم لإيجاد الارتفاع يتعامل كأنه متلت عنده زاوية وهذا المثال اللي هو مغاير قليلا اللي هي المثال السابق وطلابي الاعزان يبقيكم تركزوا كويس ان المعلومة هادي مهمة جدا في المسائل من هذا النوع كويس هناخدوا مثال اخر نعطيكم فرصة شوية لكن ركزوا شوية في النقطين هادو مايا ونمشوا للمثال الذي يلي نجو للمجموعة اللي هو المثال الذي يليه طيب المفروض يكون عندنا فيه قبل هذا فيه الحركة معلوماتنا هادي الشكل اللي هو المستوى هادي انا حطيت هاكم نفس الفكرة لكن اطلبت منكم عليه سيكون واجب هادي نبيها واجب نفس الموضوع نبيها واجب شنعطاني قالي من الشكل التالي تتحرك المجموعة على مستوى املس ركزوا كلمة املس بعجلة الواجب والطريقة اللي حلت بها المثال السابق بتحلوا بها هذا المثال يبقى هادي يا طلاب العزاء واجب مهم جدا جدا من المسائل اللي عادة تنحط في الامتحان بهذه الكيفية فلازم تتدربوا عليها وتعرفوا كيف تحلوا الواجب متاعكم هناخد الشكل التالت الشكل التالت اللي هو المرة هادي ثلاثة كتل اعطاني ثلاثة كتل اثنين كيلوجرام هادي كتلة هادي من الكتاب المدرسي طبعا واعطاني عشرة واعطاني واحد وموضوعين على سطح خشل والدليل نهو مش كتب لي املس بايش نطالب قالي ما مقدار الشد وقوة الاحتكاك طالب مطلوبين الشد والاحتكاك اذا كانت الكتل مستقرة حطيت الكلمات المهمة عليها خطوط نبدو على بركة الله نبدأ البداية كيف بنبدأ نتوا قلنا نبدو بتحديد القوة بنجيل الرسمة نحدد القوة يبقى هادي الوزن متاحة لأسفل اللي هي نسميها مثلا ده بالواحد عشرين نيوت عليش قلت عشرين يا طلابي لانه هي كتلة اتنين في عجلة الجاديبية الارضية عشرة يبقى اتنين في العشرة بعشرين نحن نجيل الكتلة التانية هاتي واحد في العشرة يبقى نسميها دبلو اتنين عشرة نيوتن بقى الكتلة الوسطية هادي نسميها دبلو ثلاثة مقدارها ميت من دم عشرة يبقى ميت نيوتن بقى تو بنركز هل عندي خيط واحد يا طلابي وإلا خيطين آه عندي خيطين هادا الخيط الاول اللي شاد الكتلة دبلو واحد او الوزن دبلو واحد مع الكتلة عشرة والخيط التاني ما بين الكتلة عشرة والكتلة كيلو جرام يبقى عندي خيطين من داما عندي خيطين يبقى عندي شدين آه فلهذا بنجيه ونسمي كل شد نسمي تي واحد ونسمي تي اتنين نجيه لي الاول نسمي هادا تي واحد وهادي برضو تي واحد يعني دائما تي جهل الداخل بينما له هادي بنقوله ناحية الخيط تي اتنين و تي اتنين ايضا ممتاز حطيت انت قلت لي سطحي خشن والدليل طالب الاحتكاك يعني هادا خشن هادا خشن يبقى لازم نحدد الاحتكاك طلابي زي ما اتفقنا هل ممكن نحدد الاحتكاك قبل ما نعرف اتجاه الحركة واذا لازم نحدد اتجاه الحركة اولا ما شاء الله عليكم لازم نحدد اتجاه الحركة اولا باي علي شن نعتمده نعتمده على الكتل اللي في الاطراف هادو معي الكتلتين الاقوى هي التي ستسحب القوة الكبرى من هي عشرين وهدي عشرة يبقى واضح ان هادي هي اكبر يبقى الحركة هادي هتعبط وهادي هتمشي في هذا الاتجاه وهادي بتلك فوق تصعد ايوه حطينا الايه توة بنحط الاحتكاك طلابي الاحتكاك مع الحركة وإلا عكس الحركة برافو عليكم اذا الحركة في هذا الاتجاه يبقى الاحتكاك هيكون في هذا الاتجاه خلص حطينا الاحتكاك في هذا الاتجاه نكتب المعادلات الجسم الاول عندي كم معادلة عندي معادلة اولى وعندي معادلة تانية وعندي معادلة ثالثة نبدو البداية المعادلات الأولى من اللي مع الـ W1 يبقى بنقولك الـ W1-T1 تساوي M1A المعادلة 1 التانية هتمشي في هذا الاتجاه اللي مع الـ A هي T1 واللي عكس الـ A T2 يبقى بنقولك T1-T2 تساوي حني سمينا هادي M3A المعادلة التانية ممتاز المعادلة التالتة للجسم التاني T2 صاعدة مع الـ A عكس الـ W2 يبقى بنقولك T2-W2 تساوي M2A المعادلة رقم 3 ما شاء الله علينا الميكانيكا يا طلابي طلعت خشت حساباتي الرياضية نبدأ الجمع والحدث اتفقنا خلاص يعني هادي طلابي المفروض خلاص القاعدة تبدت ناقص مشت مع الـ T1 مشت مع الـ T1 ناقص T2 مع الـ T2 بيننزل من عندي عندي داب الواحد من عندي ناقص من عندي ناقص في حاجة نية لحطوني مدرتهاش وانتو المفروض تركزوا عليها ألا وهي الاحتكاك ما شاء الله عليكم انا اتوقعت انه نقول خللي ممكن الطلب يفكروا لكن بالتأكيد الاحتكاك وين يا أستاذة في احتكاك مكتبتيش في المعادلة ما شاء الله عليكم اما معادلة اللي تحتاج للإحتكاك المعادلة التانية المعادلة التانية فيها احتكاك ومكتبتيش يبقى لازم نركز الخطأ بحسابه في امتحاني ناقص F تساوي M3A كويس نزلت زي ما اتفقنا بنزلوا حساباتنا W1 ناقص W2 ناقص F وعد قولي جمع وحدف ما هو عادة تلف الرياضيات ناقص في الزايد بي ناقص يعني انا لما نقولك هادي زايد في الناقص بتقولي ناقص يبقى ناقص نمسحوا هادي الناقص اللي كتبناها ونكتبو بقيت المعادلة شانتوا ساوي جمع زايد زايد الكتل M1 زايد M2 الكل الزايد عفوا المي المرة هادي احنا ثلاثة ما شاء الله كتل وهادي اول مرة ناخده ثلاثة كتل يبقى ناخده الممحة ونمسحوه ونكتبو زايد M3 الكل في ايه ممتاز انت شنتبي شفتوني كيف اللي ما نقولي شنتبي معناتها نيه طلعت من الميكانيكا منجيلي مطاليبك طالب الشد والاحتكاك ممتاز تبي T والF او T1 و T2 لكن في جملة مهمة كتبتها لي قالي الكتل مستقرة طلابي شمعن الكتل مستقرة معناتها الايه تساوي سفر يبقى امشي القاطع هذا نهائي امشي سفر ممتاز نكتبو توحي ساباتنا عادي جدا انت شن عندك من قيم قالي دابلي واحد من يا دابلي واحد عشرين عشرين ناقص عشرة ناقص F تساوي سفر عشرين ناقص عشرة عشرة ناقص F تساوي سفر اذا الF طلعت عشرة نيوتن ممتاز طلعت الF به هذا مطلوب الوي انجيل المطلوب الثاني انت طالب الشد اني عندي كم شد عندي شدين يعني المفروض نجي للمعادلات امتاعي ونطلع الشد يعني لو جيت اخترت المعادلة الاولى وطلعت منها قيمة T1 مش مشكلة ليش؟ لان عندي دابلي واحد ناقص T1 بتساوي M1 ايه؟ كم الدابلي واحد؟ قالي عشرين كم T1 انت تبيها كم الM واحد وليه نقول يا زيرو يبقى اذا اول قيمة للشد هي عشرين نيوتن طلعت T واحد واحد ما زال عندي T2 نقولها تعالى للمعادلة هادي وطلع T2 T2 ناقص كم دابلي اتنين؟ عشرة النتيجة سفر اذا T2 عشرة انيوتن طلعت T2 ونحلت المسألة تهو السؤال اللي بنقولكم عليه كيف نتأكد يا طلابي ان نتائجي صح؟ بساطة جداً كم طلعت T1 وطلعت 20؟ كم طلعت T2 وطلعت 10؟ T1 اكبر من T2 المفروض فيه حركة لكن في من يدعم الف قداش طلعناها؟ عشرة يبقى T2 عشرة وف عشرة عشرة زايد عشرة عشرين عشرين ضد عشرين يبقى المحصلة سفر اذا فعلاً الوضع كان مستقر شفتوا كيفي طلابي نتأكد من اني نيه بنطلع حساباتي صح؟ نجيل الارقام اللي نيه كتبتهم ونحط النواتج اللي نيه وندير معادلة الطرفين تطلع النتيجة صحيحة يبقى هادي شكل من الاشكال اللي موجودة في كتابنا المدرسي وتلاحظوا كيف حالينا الفكرة معادلات وبعدين عودنا وطلعنا الحسابات نمشوا ليه مسألة ايدا كانت عندي موجودة عندي مسألة قالي من الشكل التالي حنحلوا مسألة لموضوع اعتقد هادي حاططها نواجب المفروض لكن فيه قبلها معليش شيخ نرجعو ليه المعادلة فيه واحدة قبلها فاتتنا نرجعو لها بعد الحل هذا الواحدة حنرجعو لها على نفس الموضوع اللي هي هادي ايوة العجلة التي تتحرك بها المجموعة شن تببي؟ قالي نببي العجلة التي تتحرك بها المجموعة يبقى العجلة التي تتحرك بها المجموعة انت طالبها يعني انت شن طالبتوها؟ قالي نببي اي باي ممتاز على المستوى الاملس الله يريحك السطح ااملس هي يعني ايه؟ نببي قيمة الاي فقط ممتاز تلاحظوا أنها هو الكتل حاطها لي بالرموز رسمتك مرسومة يا طالبي وطلابي لما تكون الرسمة مرسومة تسهل عليها هلبة في الحل نمشي ننتقل للخطوة الثانية شن هي الخطوة الثانية؟ نكتب المعادلات عفوا نحدد القوة على الرسمة يبقى نجي لرسمتي نبدأ بأول قوة زي ما اتفقنا هادي أربعة يبقى أربعة M اللي هي مجهولة في G الشد عندي خيط أول تي واحد الشد عندي خيط برضو أول تي واحد الكتلة هادي هي M G هادي برضو M G ونشدها إلى أعلى تي واحد عفوا تي 2 و تي 2 يعني الشد الأول يشد التاني خيطي ممتاز الخطوة التي تليها تجاه الحركة تجاه الحركة كيف نعرفوه؟ هادي أربعين M يعني هادي أربعين M وهادي عشرة M يبقى من الأقوى؟ الأقوى هادي الكتلة هادي أقوى أكبر إذن هبوط للأربعة M حتى بالنظروا عن فكرة لما يواحد يشوف أربع M وهكذا يبقى واضح أنه هي حركة نحية القوى الكبرى الأي صعودا أي وامتاز الاحتكاك قالي والله سطحك أملس الله يريحك الحمد لله من دائما السطح أملس يبقى السطح أملس يبقى خلاص ما عنديش احتكاك نكتب المعادلات على السرية زي العادة هبوطا يبقى على طول نقولك أربعين M ناقص T1 تساوي أربعة M A اللي بعدها T1 ناقص T2 تساوي M A المعادلة واحد والمعادلة الثنين معادل جسم الأخير T2 ناقص أربعة كم؟ عشرة M عشرة M تعطيني M A المعادلة الثلاثة بالجمعة زي العادة نجمعه ونطرحه طلابي نجمعه ونطرح ناقص مشت تنزل أربعين M ناقص عشرة M مجموعة أربعة زيد واحد زيد واحد يبقى ستة M A أنت تب بالA أربعين ناقص عشرة ثلاثين M على ستة M تطلع الأ يبقى تمشي الأم مع الأم إذن ببساطة جدا الأ تساوي خمسة متر على سكن تربيعه هذه الأ شفتوا كيف ولت المسائل سهلة وحلوة يبقى هذه المسألة اللي نختمه بها لكن المفروض عندنا واجب عندنا واجب ناخدوه على السريع مع ليش لبيكم المسألة هادي الواجب امتحها طبعا هادي اخدناها واجب في عندنا مسألة تانية واجب ألا وهي هادي هادي على السريع لو شكل اللي عندي موجود عندي أعطاني معامل احتكاك رسم لي 2 كيلو جرام 3 تي واحد و تي اتنين وخمسة يبي الشد في كل خيط وبهذا انتهت حصت اليوم وان شاء الله نكون استمتعنا وفهمنا الفكرة العامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في الحصة القادمة اشتركوا في القناة